أيها الجمع المبارك سئل شيخنا سيد محمد بلقائد رحمه الله وقدس سره أن أحب بيت في قصيدة سيد محمد متولي الشعراوي رحمه الله التي مطلعها نور القلوب وري روح وارد فأجاب عن شيخه الهبري در كنوزه فاغنم لآلئه وجد وجاهدي من أرض كنان المباركة الطيبة حل ضيفا على الزاوية البلقائدية الهبرية العامرة وعلى روضة ليلة الذكرة فضيلة الأستاذ سيد شلبي باحث وعضو بمجمع البحوث الأزهرية الشريفة يجلس لحضاراتكم الآن ليشنف الأذان بكلمة بالمناسبة تحت عنوان ما بين الشيخ والمريد فليتفضل شكر الله له أستفتح كنوز الفتح باسم الفتاح العليم وأستجدي سوابغ المجد باسم الوهاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي والصلاة والسلام على إمام كل رسول ونبي وسيد كل عابد وتقي سيدنا ومولانا محمد قل للنبي قلوب الأرض تفديك فعل الوجود فما شيء يدانيك وملحنانا وأفسح للهوى أفقا وافتح ذراعيك واستقبل محبيك محمد إن نطقت الاسم فاحتشمي وقف جلالا وعظم ذكر هاديك محمد هل تعي ما نطقت به من أجله خلق الأكوان باريك فأول الحب مبدوء بأرضكم وآخر الحب مختوم بواديك اللوح والعرش والكرسي والقلم والنور والملأ الأعلى مواليك كل يراك على قدر الهوى فيك صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته وارضى اللهم عن آل بيته وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعن الأولياء والأقطاب والأوتاد والنجباء والأبدال والمتدركون في الكون وحملة اللوح وحملة الكتاب وخص اللهم بالرضى والرضوان والرحمة والمعية والغفران من نحن في رحابه وتحت أنفاسه الطاهرة سيدي محمد بل قايد رضي الله عنه وأرضاه اللهم زده مددًا على مددك الذي أوليته ونورًا على نورك الذي أعطيته وأعد علينا من عوائد أمداده وفيض بركاته وأسراره ما ينفعنا في الدنيا والآخرة أما بعد سيد الشيخ محمد عبداللطيف بل قايد سلام الله يغشاكم وعين الله ترعاكم إن غاب النظر عنكم فليس القلب ينساكم وقلبي كيف ينساكم ولولاكم لما كنا وأيم الله لا نسلُّ لساني عن حبكم كنا فأنا أنتم حقًّا وأنتم صدِّقوا إنا وأنتم الروح من جسمي لا بل وأنتم الإسم والمعنى الله أسأل أن يرفع قدركم وأن يتجلَّى عليكم بأنوار اسمه الشاف المعافي وأن ينفحكم نفحةً مباركةً من أسرار قوله ويشف صدور قوم مؤمنين إنه ولي ذلك والقادر عليه سادة العلماء إخوان الفقرى وطلبة العلم من أرض مصر المباركة من رحاب مولانا الإمام الحسين ومن رحاب السيدة زينب ومن رحاب سيدتنا نفيسة ومن رحاب سيدتنا سكينة تحيات الحسين لكم مشوقاتٌ لمن شاقًا سلام الأزهر المعمور أقلامًا وأوراقًا سلامٌ خالدٌ أبداً لا ينبتُّ إطلاقًا بين الشيخ والمريد أقتطف من قصيدة سيدنا الإمام الشعراوي بيتين أنظم عليهم خيطي في جلستي بين يديكم قوله رضي الله عنه طوفت في شرق البلاد وغربها وبحثتُ جُهديا عن إمامٍ رائدي أشفي به ضمأً لغيب حقيقةٍ وأهيمُ منه في جلال مشاهدي أعني بالمريد سيدنا الشعراوي وبالشيخ سيد محمد بالقايد وأعقد موافقةً بين الشيخ والمريد الأكبر بين سيد أبو الحسن الشاذلي وبين سيد عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه وأرضاه الإمام الشعراوي رحمه الله ورضي عنه ولد سنة إحدى عشر وتسعمائة وألف يعني ألف تسعمائة وإحداشر وهو لا شك في خلال هذه الخمسين التي سبقت قد تعلم الشريعة على أصولها وتغذى من الأزهر الشريف ما يوافق مقتضى العلم الشرعي لغةً وبيانًا وبلاغةً وبديعًا ومعانٍ وفقهاً وأصولًا قل ما شئت في ذلك لكنه لا زال باحثًا عن الحقيقة ولا زال باحثًا عن من يشفي في قلبه هذا الضمأ وكأنه يقول كل علم لا يتصل بحال فهو علم منقطع الأوصال أي أن العلم مهما ارتقى في ذرى ظواهره العلمية ومن لم يكن له إسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمداد من ظواهر الأنوار ما كان لهذا العلم أثر والمتأمل في حال شيخنا الشعراوي المتتبع لمحاضراته وتسجيلاته التي انتفعت بها البشرية ما جاءت إلا بعد لقاء شيخه سيد محمد بلقايت يعني ما قبل أن يلتقي بالشيخ كان شخصًا وبعدما التقى الشيخ كان شخصًا آخر وكأنه تحقق بحال سيدنا بن عطاء الله السكندري حينما قال من أذن له في التعبير فهمت في مسامع الخلق عبارته وسرت لديهم إشارته فأصبح العامة والخاصة ينتفعون بسيدنا الشعراوي بعد ماذا؟ بعدما التقى بشيخه سيد محمد بلقايت لكن الأعجب ليس هذا الأعجب أن الشيخ سيد محمد بلقايت كان ينتظر سيد محمد متولي الشعراوي الشيخ الشعراوي حينما أرسلت له بعثة الجزائر رفضها وظل عازمًا على أن يرفض الزيارة إلى الجزائر وأن يكون رئيسًا للبعثة الأزهرية فجاءه سيد محمد بلقايت في منامه قال له لماذا لا تريد أن تأتينا؟ لماذا لا تريد أن تأتينا؟ قال الشيخ الشعراوي فرأيت شيخًا يكسوه الوقار وعليه من الأنوار ما يدعوني إلى لقائه قال فنويت على الوصول إلى الجزائر في نفس الوقت الذي وصل فيه سيدنا الشعراوي كان الاحتفال بالعام الثامن لاستقلال دولة الجزائر الشيخ الشعراوي يقول فرأيت جمعًا من العلماء من بينهم من رأيته في منامي الذي دعاني وقال لماذا لا تريد أن تأتينا؟ وهذا إن دل فإنما يدل على أن الشيخ يعرف المريد منذ نعومة أظفاره يعني كل شيخ يعرف مريده والأعجب من ذلك أن عمر سيدنا الشعراوي وعمر سيد محمد بالقايد كان متوافقًا يعني سيدنا الشعراوي ولد ألف سمائة وحداشر وسيد محمد بالقايد ولد ألف سمائة وحداشر سيدنا الشعراوي انتقل ألف تسعمية تمانية وتسعين وسيد محمد بالقايد انتقل ألف تسعمية تمانية وتسعين لكن ما الذي حدث حينما التقى سيد الشعراوي تجرد من عمره وتجرد من علمه وتجرد مما درس وجلس تحت يدي سيد محمد بالقايد مستمدا من نور النبوة الذي كان فيه وهذا كان حال سيد عبد السلام بن بشيش وحال سيد أبو الحسن الشاذي يعني سيدنا أبو الحسن قبل أن يلتقي سيد بن بشيش كان عالما فالتقى بشيخه وتربى على يدي سيد بن حرازم وتمذهب بمذهب سيدنا الإمام مالك وتفقها وتعلم اللغة لكنه كان يبحث عن النور الذي يستقي به في هذا الزمان فذهب إلى العراق فلقيه سيدنا أبو الفتح الواسطي قال جئت تبحث عن القطب وقد خلفته وراءك في بلاد المغرب سيدي أبو الحسن كان يبحث عن من يشفي ضمأه كما كان سيدنا الشعراوي يقول طوفت في شرق البلاد وغربها وبحثت جهدي عن إمام رائدي سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه قال لما لقي سيدنا أبو الفتح الواسطي ورده قال قلفته وراءك في بلاد المغرب قال فجئت فتوضأت من بئر بأسفل الجبل وتخلصت من علمي وعملي وهذا حال سيدنا الشعراوي مع حال سيد محمد بالقايد يعني سيدنا الشعراوي تخطى الخمسين من عمره وهو موافق لعمر سيد محمد بالقايد وتعلم في الأزهر الشريف الأصول واللغة والبلاغة والبيان والبديع والمعاني ما يجعله إماما في العلم لكنه أراد النور الحقيقي المتصل بحضرة سيدنا رسول الله قال سيدي علي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه فتوضأت وتخلصت من علمي وتجرت من عملي ثم صعدت إليه الجبل فإذا به هابطا إلي وعلى رأسه قل سوى فقال مرحبا بعلي بن عبد الله بن عبد الجبار ثم ذكر نسبي إلى رسول الله فهذا دليل على أن الشيخ يعرف مريده منذ نعومة أظفاره ثم قال له يا علي جئتنا وقد تخليت من علمك ومن عملك وقد منحناك غنى الدنيا والآخرة هذا كلام سيدي عبد السلام بن مشيش لتلميذه سيدي أبو الحسن الشاذلي وهذا ما حدث لسيدنا الإمام الشعراوي رضي الله عنه وأرضاه حينما التقى بسيد محمد بالقايد وتخلص من علمه وتخلص من عمله وتخلص من عموره وجلس بين يديه جلسة المتأدب مع نور رسول الله جلسة من بين يديه الإسناد والإمداد قال أشفي به ضمأاً فلما استقى فيه هذا النور قال شاهد رسول الله فيه شاهد رسول الله متحققاً بقول الله واعلموا أن فيكم رسول الله قال شاهد رسول الله فيه فإنه إرث تورث ماجداً عن ماجدي هذا المعنى الذي يتحقق لنا يتحقق أنه لا بد للسالك في طريقنا في طريق سيدي أبو الحسن الشاذلي مهما ارتقى في العلم سيدي أبو الحسن يعني أخذ منهجاً من هذا فقال في وصاياه قال لا تركاً إلى علمك ولا إلى عملك وكن مع الله كما ذكر صاحب المفاخر العلي لا تركاً إلى علمك ولا إلى عملك وكن مع الله وإياك أن تتعلم العلم ليصدقك الناس وإنما تعلم العلم ليصدقك الله يعني اجعل هذا مصبعينيك ثم ابحث مهما استقيت وارتقيت في مظاهر العلوم الشرعية لا بد أن يكون لك نسبة محققة إلى من استمدوا من سيدنا ومولانا رسول الله فكان لهم الإسناد وكان لهم الإمداد طوفت في شرق البلاد وغربها وبحثت جهدي عن إمام رائدي أروي به ضمأً لغيب حقيقة وأهيم منه في جلال مصاعدي نسأل الله أن يحققنا بحقائق الصالحين وأن يعيد علينا عوائد وأمداد صاحب الذكرى وأن يجعلنا ممن يحيون بها فما جئنا لنحيي ذكرى من قال الله في حقه لهم ما يشاءون عند ربه أو من قال الله في حقهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وإنما جئنا لنحيى بذكرهم فأحيي اللهم بقلوبنا من هذا الجمع الطاهري ما نكون به من أهل الدلالة عليك والوقوف بين يديك والمدعوين لإمامته متحققين بقولك يوم ندعو كل أناس بإمامهم وأسبغ سوابغ شفائك وبركاتك وعافيتك على سيد محمد عبداللطيف واجبر بخاطره في مريديه الليلة ولا تخرجهم من هذا المقام إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شكر الله لكم حسن استماعكم وجميل إنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته